بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الثالث من الفصل السادس لمكرر نظم بالمعالج قد دقل في الجزء ده يا جماعة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع اسمه applications of timers أو تطبيقات timers وهناخد examples أمثلة طب نشوف مع بعض أول مثال بنقول إن من ضمن الأمثلة ليه عملية timers هي عملية capture عملية أخذ صورة ليه يا جماعة ليه طايم محدد ناخد مثال مع بعض وليكن مثلا الفان المروحة بنفرض مثلا إنك أنت عايز تحسب بسرعة مروحة معينة ممكن تعمل إيه عشان تحسب بسرعة ده باستخدام الطايمر إزاي بيقولك لو إحنا حسبنا لفة كل لفة بتتم في الزمن معين قد إيه للمروحة نقدر من حساب هذه إيه هذا الزمن المستغرق لكل لفة نحسب سرعة المروحة مش كده آه يبقى إحنا محتاجين طايمر محتاجين طايمر يعمل إيه الطايمر ده يعمل حاكتين بقى إيه هم الحاكتين دول يحسب زمن اللفة الكاملة للمروحة ديت مش كده وإيه كمان ويعمل انت الربط قطع بحيث إنه يقولك إيه أيوا قطع لكل لفة اللفة اللفة القولة تمت يعني عملية قطع معناها إيه آه إحسب بقى في الفترة ديت الزمن الكل قد إيه من أول ما بدأت عملية حسابة الزمن حتى عملية هذا القاطع فإذا فعلا محتاجين طايمر يقوم بالعملية دي بحساب اللفة الكاملة ويعمل قطع لكل لفة بحيث يحسب الزمن يعمل لفة تانية ويعمل قطع لفي اللفة التانية بحيث يحسب الزمن لللفة التانية وهكذا بحساب دايما الوقت لكل لفة تقدر تحسب سرعة الفان تعالي نشوف مع بعض كده say you have a fan spinning and you want to know how fast it is يعني تخيل إنك أنت عندك مروحة بالدور وعايز تعرف إيه سرعتها سرعة دورانها قد إيه one way to do this is to have it through and interrupt every time it completes a rotation نعرض العملية قطع أو انتراب كل ده وده إيه مرة هي بالدور دورة كاملة طب هنستخدم إيه إيه هو السوليوشن باقي الحال اللي احنا ممكن نستخدمه يقولك هتستخدم طايمر سميه مثلا immediately على سبيل المثال الطايمر ده بيعمل حاكتين إيهما الحاكتين بيحسب زمن الدورة الكاملة ويعمل عملية قطع يعمل generation لعملية قطع كل انتهاء دورة كاملة أقول مع بعض هيحسب how long it took and then generate and interrupt also restart timer immediately كل عملية دورة يعمل إيه يحسب دورة كاملة يعمل عملية قطع وبعد كده يبتدي الطايمر عدي من جديد الدورة اللي بعدها وهكذا وهكذا يبقى زمن ده أحد الأمثلة لعملية حساب إيه إيه أيواء سرعة مروحة باستخدام الطايمر طب يقولك خلي بقى كلام ده برضو موجود مثلا برضو في الكارز العربية اللي احنا عايزين يقسم مثلا سرعة سبيل لهوي للعجل بتاحها تمام برضو ممكن أن يستخدم عملية الطايمر فهذا إيه في هذا التطبيق إذا خدنا مثال دلوقت اللي هو مثال عملية إيه الفان كيفية حساب سرعة مروحة باستخدام الطايمر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته